بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله البرحة صدام امريكي قطري وصدام قطري صهيوني حصل وتلم بمنتهى الصرعة طب انت عرفت ازاي انا عرفت من خلال الموقع بتاعهم على اكس اللي هو تويتر سابقا ايه اللي حصل نزل البوست والبوست ده قالوا فيه ايه وبعد كده رجعوا مسح البوست هذا في اقل من ساعتين انا رجعت ع البوست تاني بعد حوالي ساعتين كده فلقيت الاكس بيقول لي ان البوست تم مسحه البوست ده كان في ايه يا ابو الشباب وايه اللي خلقت مسح بسرعة كده ده اللي هنقشه مع بعضينا فركز وما تنامشي مني الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي من فضلكم تابعوني على التيك توك من باب الاحتياطي لان فيه قنوات بتغلق انا ما عنديش مضايقات ومش متوقع ان قناتي تغلق ولكن من باب الاحتياطي الرابط اسفل الفيديو في تعليق مثبت ودايما اقرأ التعليق المثبت وجزاكم الله خيرا ايه اللي حصل انبارح يا ابو الابطال ركز معايا يا ابو الابطال اللي حصل انه الخارجية القطرية نزلت بوست بتقول فيه البوست شيء مهم جدا ايه هي بتقول بتقول ان قصف المؤسسة القطرية المعنية باعمار غزة في غزة لن يمر مرور الكرام وبعد كده انا قلت ايوة ازمة وهتتصاعد وهتطلع وكده وانت ما تسمع الكلام ده يبقى متهيق لك ان الموضوع يعني بسيط لا يا ابو الشباب ده قطر ممكن تعمل حاجات كتير وما تقول لك لن يمر مرور الكرام ده يعني ده التمهيد بقى المهم ان انا رجعت بعد ساعتين عشان اشوف وتابع الخبر لقيت البوست شال والاكس هو اللي قال لي البوست شال وبعد كده بدأت بقى اقول ايه هو ايه اللي حصل وايه السبب وممكن يكون تشال ليه واعدت فكر في هذه المسألة فهترح لك التوقعات اللي انا توقعتها اول شي انتوا عارفين ان المخابرات الامريكية تراقب الحسابات الرسمية للدول اول بول وساعة بساعة ودقيقة بدقيقة وساعة ما انا عملت ريتويت للبوست دوت انا عملت له في اول دقيقة واول دقيقتين يعني واضح ان هو ممكن يكون نزل وتشال بعد خمس دقائق مثلا بعد ما تم الابلاغ عنه وبعد ما تم الاتصال بالخارجية القطرية وبعد ما الامور دي حصلت راح ومسحوا البوست مرة تانية البوست باختصار فيه تهديد والتهديد واضح جدا لما يقولك ان قصف المؤسسة القطرية المعنية باعمار غزة لن يمر مرور الكرام اللي قصفوها الصهينة اذا الانتقامها يكون من الصهينة طيب ايه اللي خلى قطر تراجعت لا شك الوعود الامريكية وعايز اقولك مش الضغوط قطر الان لا تخضع لضغوط امريكا وده الشيء اللي هو قطر تميزت به اعتبارا من بعد ما عدت من الازمة اللي كانوا براميل الخليج عايزين يكلوها وبعد كده طلعت قطر اقوى مما تتخيل وتحررت بالفعل ايه من انياب الصهينة قطر يا ابو الابطال في ادها اوراق كثير جدا تعملها في الناس تتوقع الفلوس والغاز اقولك لا في بعد كمان اخلاقي الوقت قطر الوقت بالوساطة بتاعتها ونجحها في التوسط بين الامريكان والافغان وبين الامريكان وحماس واصبحت عام الوسيط في موضوع الرهائن والامور ده الامور دي اعطت بعد كبير اخلاقي طبعا للقطريين للحكومة القطرية في الاوساط الغربية لان الاوساط الغربية بتتداول هذه الامور كمان باللغة الانجليزية فالمسألة لا يستهن بها كما انت متخيل يعني قطر الوقت لما جت وعملت بوست من حوالي اسبوع كده نسي تكلمكم عليه البوست ده باختصار كان بيقول برضو للامريكان والالصهينة ليس من المنطق ان العالم يبكي على دماء الاسرائيليين ويتجاهل دماء الفلسطينية وهذه ازدواجية معايير ودخلت في الموضوع ده يعني قطر بتخش في المواجهة شوية بشوية على ادها طبعا لان ما عندهاش جيش كبير برغم ان عندها اقتصاد كبير الاستراع العالمي بيخدم قطر بواجهة عام الوقتين فالخلاصة قطر تقدر تعمل ايه قطر اول حاجة على البعد الاخلاقي ممكن تدمر امريكا نفسها من الناحية الاخلاقية وممكن تبوز الدنيا ومن غير ما تطلق رصاصة واحدة لكن الخطورة اللي امريكا خايفة منها مش الموضوع ده امريكا الوقت اصبحت عاملة مثل العاهرة اللي تفضحت وما عادتش سألة على المجتمع ولا على الرأي العام ولا على الامور دي لكن الموجع بقى في الحقيقة يعني الضربة الموجعة اللي قطر ممكن تضرب امريكا بيها ايه هي الاقتصاد والغاز ازاي يا ابو الابطال على الجانب الاقتصادي يا ابو الشباب ممكن قطر تبيع اسهم وسندات مالية وعندها اوراق كثير جدا تلعب بها في وقت الاقتصاد الامريكي نفسه يعني بيعاني وفي وقت هم وقت ازمة وممكن ده يجرأ ناس تانية ان هم يبدأوا يبيعوا كمان اصول واوراق مالية وكده زي الكويت مثلا ممكن تحصل فبالتالي قطر ضربتها موجعة في مثل هذا الوقت وانا هقولك هي الاموال اللي قطر تملكها يعني ما هيش هتكسر الاقتصاد الامريكي بشكل كبير لكن هتوجعوا بمعنى الكلمة والوجع الاكتر والحقيقي بقى للامريكان ان الاموال اللي قطر هتسحبها من امريكا هتستثمرها في تركيا وده معناها ان هي بتقوى كمان تركيا على الامريكان يعني الموضوع مش سهل فده كارت ممكن يلعبوا به طبعا الاوراق المالية دي فيها شركات ودائما كانوا بينصبوا على قطر ويورطوها مثلا في فولكسواجن وتطلع مش عارف عليها ايه وتدفع تعويضات وكذا بس الايام دي عدت خلاص ما يقدروش ايه يرجعوا لها الضربة بقى القاسية الموجعة ان قطر توقف الغاز وتعلن القوة القهرية لاي سبب من الاسباب وده هيخلي اوروبا وامريكا يعني فعلا يتجننوا بمعنى كلمة يتجننوا لان الاسعار هتصبح لا تطاق خاصة انهم ما عندهمش اي مصادر غاز الوقت يسرقوا منها الجزائر شبه تحررت وغرب افريقيا شبه تحرر والامور هنا وهنا مش مضمونة والمفاعلات النووية في اوروبا بقت محتاجة يورانيوم واليورانيوم من افريقيا وافريقيا زي ما قلت لك الموضوع الفاغنر هناك بيلعب لعب جامد والشركات الفرنسية اطلت يعني فيه دعك في المناطق دي يا ابو الابطال يعني هم الوقت لا يتحملون ضربة ان قطر تخفض انتاج الغاز بتاعها بحجة القوة القهرية او حتى تمنع الانتاج خالص يعني دولة زي قطر لو منعت انتاج الغاز بتاعها وهي منتج كبير يعني لعب كبير جدا في الساحة العالمية يعني شوف القدرة القطرية في الغاز وغدا مراكز متقدمة جدا في الساحة العالمية فاما يعلن اما يعلن القوة القهرية وانه هو مش هيقدر يصدر غاز لاي سبب من الاسباب ويغلق الموضوع ده معناها ان الغاز هيرتفع بجنون معناها ان الغاز الروسي والاسعار الروسية هتدعم بجنون وما تستبعدش ان روسيا تقول القطر اعمل الحكاية دي والخسائر اللي انت هتخسريها انا هكسبها في الغاز بتاعي وهديلك منها حصة الخسائر هغطيلك الخسائر طب الروس هيعملوا كده ليه؟ ما هو الروس هيعملوا كده يا باب الابطال عشان هما كده كده مش هيحطوا حاجة من جيبهم لكن هيعملوا كده عشان يقطعوا الغاز القطري عن الغرب وبعد كده الاسعار تطلع بشكل مجنون فيضغط على الغرب من ناحية الاقتصادية وبعد كده فارق الاسعار تاخدها روسيا وبعد كده تدي منها الحصة لقطر اللي هي خسرتها ممكن العملية تمشي في هذا الاتجاه والله اعلم يعني قطر الوقتي لو قررت مسألة حرب الغاز هتحارب ومش هتخسر في الحقيقة وهتجد الحماية الروسية وهتجد الدعم العالمي لذلك إلا أنا أتوقع أن قطر بسرعة في الخفاء الأمريكان قدروا أن هما يتفهموا معها وده كمان بيفصر لك أن المعونات القطرية بدأت تدخل غزة ما تعرفش إيه اللي حصل بقى في الغرف المظلمة بس دي بقى زوى مش عايزة تعرض لها الوقتي لكن إن شاء الله سيكون لنا لقاء آخر ونفهم الموضوع ده أكثر مع بعضينا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة